أهلا بكم استانف فريق الوحدات تدريباته بقيادة مديره الفني الجديد عدنان حمد الذي أعلن خطته للمرحلة المقبلة والتي تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق ولسيما لمباراة كأس الكؤوس وبدأ الوحدات اتصالاته مع أندية الرمثة والجزيرة والبقعة لتأمين إقامة مبارتين وديتين قبل مباراة كأس الكؤوس كما يسعى لرفع درجة التجانس بين لعبيه ويأمل الوحدات بأن ينهي صفقة التعاقد رسميا مع اللاعب فادي عوض إضافة إلى انتظار وصول المحترف الكرواتي سباستيان أنتيش سعيا لاكتمال صفوف الفريق الذي سبق وأن تعاقد وجدد عقود عدد من اللاعبين أمثال البرازيلي توريس وعامر ذيب وعبدالله ذيب تتجه الأنظار اليوم إلى نهاية كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم والذي يجمع بين منتخباي البرتغال وفرنسا المزيد في التقرير التالي يستقبل ملعب دي فرانس نهائي كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم بين منتخباي فرنسا والبرتغال الديوك الفرنسية تبحث عن استغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر في اللقب الثالث لكأس الأمم الأوروبية بعد أن حصدت اللقب الأول عام 1984 بقيادة بلاتيني ثم حصدت اللقب عام 2000 بالجيل الذهبي للمنتخب الفرنسي بقيادة زيدان هذا العام وجد الفرنسيون ضلتهم بالمهاجم المميز كريزمان هداف البطولة برصيد ستة أهداف المنتخب الفرنسي قدم أداء متميز طيلة فترات البطولة وتصدر المجموعة الأولى قبل أن ينجح في التفوق على إيرلندا في دور الستة عشر وإقصاء إيسلندا من دور الثمانية قبل أن يعصف بأمال أبطال العالم المنتخب الألماني بالفوز عليهم بنصف النهائي بهدفين دون رد وسيعتمد ديتشامب مدرب المنتخب الفرنسي على كوكبة من نجومه أبرزهم الحارس لوريس ونجوم خط الوسط بوكبا وماتويدي وغريزمان في خط الهجوم من جهتها تنتظر البرتغال تألق نجومها رونالدو وناني لتحقيق أولى ألقاب المنتخب البرتغالي وهو إنجاز فشل في تحقيقه المنتخب البرتغالي عام 2004 بالخسارة أمام اليونان بهدف نظيف البرتغال لم تقدم المستوى المأمول منها في هذه البطولة لكن مدرب البرتغال فرناندو سانتوس أكد أن الفوز في اللقب هو الأهم دون النظر للمستوى الفني المنتخب البرتغالي حل في المركز الثالث للمجموعة السادسة قبل أن يتخطى كرواتيا في دور الستة عشر ثم تفوق على بولندا وأنهى البرتغاليون المغامرة الولزية في الدور نصف النهائي سانتوس يعتمد على ريناتو سانشيز وغوميز في الربط بين خطوط الملعب والنقل السريع للكرة للمهاجمين لويس ناني وكريستيانو رونالدو نهائي منتظر بين جيل فرنسي صاعد يبحث عن كتابة تاريخ خاص به وبين نجوم تحاول ودعى منتخبها بتحقيق لقب يعتبر الأولى في تاريخ البرتغال شهد سوق انتقالات المدربين نشاطا كبيرا بعد انتهاء الموسم الكروي للأندية الأوروبية وبرزت العديد من التغييرات التفاصيل في هذا التقرير شهد سوق انتقالات المدربين نشاطا واضحا حيث انضم جوزي مورينيو إلى منشستر يونايتد ونجحت شيلسي في ضم كونتي فيما كان انتقال أنشليتو للبايرن ميونيخ حدثا بارزا خلفا للإسباني جوارديولا المنتقل إلى منشستر سيتي وشهدت الأيام الأخيرة تعيين أوناي إيمري مدرب إشبيليا السابق مدربا جديدا لنادي باريسان جيرمن خلفا للمدرب الفرنسي لوران بلان وسيمتد عقد إيمري حتى العام 2018 فيما أعلن نادي ميلان الإيطالي تعاقده بشكل رسمي مع مونتيلا لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل خلفا لكريستيان بروكي وبحسب تقارير صحفية فإن ميلان قام بدفع الشرط الجزائي في عقد مونتيلا مع سامدوريا والبالغ مليون يورو مقابل الحصول على توقيع المدرب الإيطالي وفي شرق القارة الصفراء أعلن نادي شينزهن الصيني بأنه تعاقد مع الهولندي سيدورف للإشراف على تدريبه لمدة عام واحد خلفا للمحل تانجياو وأعرب النادي الصيني عن أمله في أن يساهم تعيين سيدورف في تلميع صورة النادي ويصبح أكثر جذبا حول العالم نجحت الشقيقتان ويليامز في تحقيق لقب الزوج في بطولة ويمبلدن بعد تغلبهما على المجارية تيميا بابوش وياروسلافا شيفيدوفا لاعبت كازاخستان المزيد في هذا التقرير أنهت سيرينا ويليامز مشاركتها في بطولة ويمبلدن للتنس بشكل رائع بعد فوزها مع شقيقتها فينوس بلقب زوج السيدات وانتصر الثناء الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2012 على المجارية تيميا بابوش وياروسلافا شيفيدوفا لاعبت كازاخستان بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-3 و 6-4 بعد ساعات فقط من تتويج سيرينا باللقب الثاني والعشرين في منافسات الفردي في البطولات الأربع الكبرى ومعادلتها للرقم القياسي المسجل باسم اشتيفيقراف بالفوز على الألمانية أنجليكا كيربار بمجموعتين دون رد وتوجت سيرينا بالقبي الفردي والزوجي مع فينوس في وينبلدون في نفس العام أربع مرات وحصدت الشقيقتان بعد أن لعبا سويا للمرة الأولى بعد غياب عامين أربعة عشر لقبا في منافسات الزوجي في البطولات الأربع الكبرى ليتقاسم المركز الثاني في قائمة الأكثر فوزا بالألقاب وذلك بعد الثناء المؤلف من الأمريكية جي جي فرنانديز ونتاشا لاعبت روسيا البيضاء خاضت القوات المسلحة البرازيلية تدريبات عسكرية في ريو دي جانيرو التي ستحتضن منافسات دورة الألعاب الأولمبية حيث يعد الشأن الأمن ضمن أولويات السلطات وأقامت القوات بأعمال استطلاع المنطقة الأمنية وتنفيذ برامج الدوريات المدرعة بطريق الوصول للمنشآت الرياضية وأشارك في التدريبات عسكري البحرية والقوات الجوية البرازيلية والمشآت هذا وينطلق الأولمبياد في الخامس من شهر آبا المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر